في جماعه الأسبوعية اليوم الخميس برباط تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني استمع المجلس إلى عرض تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الحكومة بتنصيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ستعمل قبل نهاية هذه السنة على بدء وتسوية الملفات العالقة المتعلقة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة وأن عدد الملفات تتوفر على قرارات تحكيمية فضلا عن ضرورة الوفاء لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة وأكد السيد رئيس الحكومة أن بلادنا تحلت الشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها ولوقوفه عن ما فيه من عناصر تقدم وأيضا ما فيه من أخطاء يتم التقدم لمعالجتها إثر ذلك تدرس المجلس وشكل لجنة بين وزرية قصد تعميق المناقشة حول مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي ويندرج في إطار تصباق القانون سعودو 19 المتعلق بمثابة متاق وطني للبيئة والتنمية وذلك من أجل تجاوز تغارات التي أبان عنها تصباق القانون 12-03 المتعلق بدراسات تأثير على البيئة خاصة عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات تأثير على البيئة عدم تلاؤم نظام مراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية أيضا إدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات صلاب البعد البيئي الشماعي الاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل تخذ القرار في مجال تخطيط الاستراتيجي كما تدرس المجلس وصدق على مشروع قانون رقم 71-17 يقضي بتغيير القانون رقم 88-13 المتعلق بالصحفة والنشراء ويهدف هذا المشروع إلى تسميم بعض الشرط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية وإعادة كيف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الدكر من أجل الفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام ومرتكبة عن طريق وسائل النشر مثل ما هو الشأن في جل شريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها بعد ذلك تدرس مجلس الحكومة وصدق على مشروع مفصوم يهم توسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي لاستثمار الفلاحي لللوكوس يهدف إلى إثناد الإشراف الإذاري والتقني لهئة واحدة للتسيير تتمثل في المكتب الجهوي لاستثمار الفلاحي اللوكوس وذلك تكريسا للتوجه المرتبط بالتنمية الفلاحية المنسجمة والمستدامة والتدبير العقلاني للحصة المائية المخصصة للأغراض الفلاحية المعبئة بواسطة سد دار خروفة كما تدرس المجلس وصدق على مشروع مفصوم ثاني يتعلق بإعادة تنظيم المصرح الوطني محمد الخامس ويهدف هذا المشروع إلى تحديد ممثل الدولة في تركيبة مجلس إدارة المصرح الوطني محمد الخامس وإسناد أمر تعين باقي الأعضاء وكيفية تعويضهم عند الاقتضاء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتقافة والاتصال مع مراعاة السلطة والصلاحيات المخولة إلى وزير الاقتصاد والمالية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المقدمة وفي ختام أشغاله صادق مجلس الحكومة على ثلاث مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الثاني وتسعين من الدستور